صراحة الى الان انا مش مقتنع ليش هسوي هذه الحلقة لاني اعرف لح تتهجمون علي والكومنتات بس بما اني نزلت بالمنتدة اللي حابين اسوي ردة فعلي واغلابكم صراحة اتفق وياه وقالي وصراحة اني انصدمت من العدد الكبير جدا اللي كانوا يتابعوني من متابعين الكيبوب على كلين اتمنى من تتحسسون من هذه الحلقة واذا كنت من الكيبوب او كنت متابعين الكيبوب لا تنسى تشترك بالقناة وتحط زر اللايك ويلا نبدي بالحلقة صراحة بداي منتش اتعرف اساسا انه بي تي اس منزلة اغنية جديدة بس لكني دخلت على صفحة التريند عمود اشوف ولكن شفت بي تي اس بالمركز الثاني الصدمة صراحة كانت بالمية وتسعة وتلاتين مليون بيوم واحد فقط صراحة اول شي خطر بالي لماذا نحن هنا لماذا 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 سؤال طبعا ندا احسدهم ابدا الله يوفق الجميع وطبعا ما يحتاج اوضح انه هذا المقطع مجرد رأي شخصي ماذا هذا مادر يش تذكرني بهذه البند يمكن لانه نفس الحركة استواها هنا يثبت لك انه هو يشرب الحليب قبل ما ينام كاي طفل عادي صح الاطفال شوي بكورة شكلهم اكبر وواضح ان الحليب اللي عندهم اصلا مختلف لانه واضح الحليب ينتطاقه بشكل غريب لانه بدأ ما ينام قرر انه يغني حلو الصراحة واضح انه دي يصورون الفيديو كليب بالبيت يعني انتزاما بالحجر حسب كلام جمهور الكيبوب توقعتهم انه مو بشر يعني عادي متهم هم لا كورونا ولتهم هم اي شيء ولكن هم مثل نبس شوية اكو اختلاف تقدر احد يفهمني هذا ليش منصدم يعني قبل شوية قبل ثواني كنت ات معاهم صراحة مش عارفت اي واحد فيهم كنت بس انا متأكد انه كنت واحد منهم خلاف رقصة السمكة الغريبة اللي كنت قاعد ترقصها وجماعتك المنصدمين اصلا منو غن يبلص الظهر وراه مطعم مالدونت يعني معقول انه هدا اعلان تغفر الله اسا ما دفتم صراحة شو من الفكرة من هذي الشوت الغريبة لكل شوي يزقوها الكاميرا يعني اذا ما عاجبكم التصوير لا تصور علي كنت انا بخلاف كل هذا الكلام صراحة الاغنية رهيبة جدا يعني اول مرة صراحة اسمع البي دي اس يعني اغنية كاملة وصراحة الاغنية جدا عجبتي من ناحية التصوير ومن ناحية المونتاج يعني اتقان بشكل خرافي وتوقعين كنها اسمحها اكثر من مرة يعني كونوا يكتبوا ليشيو رأيكم بالاغنية انتو جمهور الكيبوب يعني وبس والله تروني اكمل فايزة من خلال مملكة الخصص مع السلامة